اشتركوا في القناة نص شهر رمضان كل سنة وانتوا طيبين وبتطوالى الأمسيات الرمضانية الأهلوية الرياضية مع حضراتكم عبر شاشة قناة الآلي النهاردة زي ما المهندس عدلي بيقول الأجواء الرمضانية والطبخة المسمومة الطبخة المسمومة جاية في عز شهر رمضان وجاية في توئيد اعتقد كلكم تبعينه لكن يبقى كويس ان الأهلي تأهل باش مهندس شوفوا تأهل الأهلي الحقيقة كان قاسيا على البعض بقدر ما كان يعني مبهجا وسعيدا لغلبية الشعب المصري بكافة انتماءاته ولكن يعني اللي بيسموهم ايه شياطين الشر اللي كانوا ينتظروا خروج الأهلي طبعا أزعجهم جدا وحولهم إلى يعني حالة من الهستيريا المحمومة والحرب الغير نظيفة بكل الأسلحة لدرجة ان انا اشبه المشهد على فكرة المشهد اللي زي انتهت اليه المباريات مباريات المجموعة في علاقة غريبة جدا وخاصة جدا مع الهلال الذي يعني كنا ونكنه له رغم اي ظروف الكثير من مشاعر الأخوة الصداقة والتسامح والمصالح المشتركة والمصير الواحد الا ان البعض الذي دأب في العبت في العلاقات اللي تخص الاهل مع الاشقاء طبعا كان كان دور واضح جدا 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 وهي طبخة يا أستاذ إبراهيم بدأت منذ أكثر من عام لو ترجع تاني كده بس فضلت تتساعد وبس التفاصيل مش عايزين يتكلم غير لما نبحث الموضوع ده كلام مهم جدا لأن هي فعلا تفاصيل فيها كتير من المضامين الغريبة والعجيبة واللي لازم ان الناس تواجهها بصراحة وأمانة شوية عشان كده حلقة النهاردة من الاهل في رمضان مع حضراتكو هنحاول نقدم رؤية مختلفة ترجمة نانسي قنقر